موسيقى مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم أنوان الدرس موجودة بصفحة 6 من كتاب الطالب صفحة 4 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمها الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 6 من كتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة I am from I am from معناها أنا من إذا شخص يريد يعبر عن بلده يقول I am from Iraq مثلا أنا من العراق بأسفلها نكتوب look listen and say انظر استمع وقل انظر إلى الخريطة أدنى خريطة للعالم موجودة بها خريطة بعض دول العالم بعدها listen استمع إلى المقطع الصوتي اللي ينطق بأسماء هذه الدول and say ثم ردد بعض المقطع الصوتي أسماء الدول على ما تتعرف على نطقهم الصحية قبل ما نبدأ نسمع المقطع الصوتي لازم أعرف أنه ذن البلدان اللي رح نقولهن اللي هن عبارة عن 8 بلدان لازم أحفظهم كإملاء لأن من الممكن يتجين بالامتحان على شكل حروف مباثرة أو حروف ناقصة يجيب لي بلد ويحذف من عدة حرف أو حرفين لازم أكتبهم أو من الممكن يجيب لي علم البلد ويطلب من عندي أن يكتب اسم البلد إذن ذن البلدان الثمانية لازم أحفظهم كإملاء لأن مهمات جداً بالامتحان التحريري الآن نسمع المقطع الصوتي ونحل على أساس المقطع الصوتي كل فراغ يا بلد من ذن البلدان دعونا نسمع المقطع الصوتي أول شيء Track 2 Unit 1, Lesson 1 Look, listen and say Hello, my name's Dima I'm from Iraq Let's say the country names 1 England 2 France 3 Italy 4 Egypt 5 Turkey 6 Iraq 7 Japan 8 Thailand England بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وحلينا الخريطة على أساس المقطع الصوتي ذكرنا أنه لازم نحفظ ذن البلدان كإملاء فمثل ما وضحنا بالخريطة Number 1 England اللي هي إنجلترا Number 2 France اللي هي فرنسا Number 3 Italy اللي هي إيطاليا Number 4 Egypt اللي هي مصر Number 5 Turkey اللي هي تركيا Number 6 Iraq اللي هو العراق Number 7 Japan اللي هو اليابان Number 8 Thailand وننتبه إنه غرة T حرف ال H لكن حرف ال H هنا صامت لا يلفظ هسه عرفنا البلدان ولازم نعرف إنه نحفظ البلدان إملاء بعض الطلاب يسعى لشيون نحفظهم كإملاء من الممكن أن تكتبهن بأعلى الصفحة وترجع تعيدهن أكثر من عشر مرات أو عشرين مرة حسب الأسطر الموجودة بالصفحة لحد ما تحفظ إملاء هاي الكلمات عندنا ملاحظة جميع أسماء البلدان يكتب الحرف الأول منها كبيرا أينما وجدت في الجملة هاي بسؤال التنقيط تفيدني إذا صادفني اسم بلد بأي مكان بالجملة لازم أكتب الحرف الأول منها كبير مثل ما موضح نلاحظ أن تايلند حرف T اللي هو الحرف الأول كبير فرانس حرف F اللي هو الحرف الأول كبير كذلك جابان ايجبت انجلند أسماء البلدان يكتب الحرف الأول منها كبير أينما وجدت في الجملة هاي تفيدني بسؤال التنقيط إذا جاب لي جملة كل حروفها صغيرة لازم أعرف أن أسماء البلدان الحرف الأول منها يكتب كبيرا ها لازم نتعرف على أعلام البلدان لأنه ممكن أن يتجين بالامتحان علام البلد ويطلب من عندي أني أكتب أسم البلد مثل ما ذكرنا لازم نحفظ إسماء البلدان أم لا فـ تايلند هذا علامها فرانس كذلك اللي هو فرنسا هذا علامها انجلند اللي هي انجلترا هذا علامها تركي اللي هي تركيا كذلك هذا علامها وجابان اللي هي اليابان إيجبت اللي هي مصر و إراك العراق وإيطاليا نلاحظوا أنه إيطاليا وفرنسا أعلامهم الشابهة ننتبه إلى هذا اللون هنا بفرنسا لون أزرق وهنا أخضر فقط هذه اللي ننتبه لها بأعلام البلدان ننتقل إلى أسفل الصفحة مكتوب Ask and Answer اسأل وأجب Point to the country أشر على البلد هذا عبارة عن نشاط صفي يقومون اثنين طلاب الطالب الأول يسأل الطالب الثاني يقول له Where is Iraq Where معناها أين يسأل عن مكان العراق بالخريطة فهنا لازم أكو خريطة معلقة على الصبورة يعلقها للسلال على الصبورة والطالب الأول يسأل الطالب الثاني يقول له Where is Iraq أين يقع العراق فالطالب الثاني يأشر على الخريطة ويقول له Here it is ها هو يسأل لنا بمرة ثانية Where is Thailand أين Thailand على الخريطة يجاوبه هم أنه يأشر على الخريطة يقول له Here it is ها هو يرد عليه نقول yes that's right نعم ذلك صحية إذن هذا مجرد نشاط صفي نعرف من خلاله موقع كل بلد على الخريطة اللي موضحينها بكتاب الطالب ننتقل إلى أسفل الصفحة مكتوب look, listen and say انظر, استمع وقل هاي محادثة بين ذول الأشخاص كل واحد يعبر عن بلده فهاي ديما اللي أخذناها قبل دقائق تأشر على هذا الشخص تقول فراس هذا الشخص اسمه فراس فراس ليس من اليابان he is from Iraq إنه من العراق حامل علم العراق فهنا مجرد عبرت عن شخص فراس هنا لازم ننتبه فراس الشخص المذكر نعوض عنه به واله تأخذ is he is from Iraq هو من العراق وهنا الأشخاص الذين يعبرون عن نفسهم يقولون hi مرحبا we are مرادان علي we نحن we are مرادان علي نحن مراد وعلي we aren't from Italy نحن لسنا من إيطاليا we are from Turkey نحن من تركيا هذا عالم تركيا اللي وضحناها قبل دقائق شوني نستخلصه من هذا النشاط اللي نحفظه من هذا النشاط هو الضمائر والأفعال المساعدة لهذه الضمائر هذا جدول الضمائر للحفظ مع الأفعال المساعدة المناسبة لها شون يعني يعني مثلا الضمير he he شين معناها معناها هو ديما تحتي عن شخص مذكر تعوض عنه بالضمير he he معناها هو تقول هو من العراق إذن he الضمير هو للمفرد المذكر شي ياخذ ياخذ is وكذلك الشي الشي للمفرد المؤنث إذا ديما كانت تحتي عن شخصية معنثة إذا كانت هاي شخصية معنثة ما تقول he لازم تقول she الشي معناها هي للمفرد المؤنث كذلك تاخذ is she is from Iraq هي من العراق ضمير ال it لغير العاقل مثلا the cat القطة هاي غير عاقل ما يصير أقول لا هي ولا شي أستخدم الضمير الغير عاقل اللي هي ال it وكذلك ال it تاخذ is بعد قد نظمائر تجمع they they معناها هم مثلا ديما تحتي عن هؤلاء الأشخاص شي تقول تقول they هم الذا يش تاخذ تاخذ R ال we نحن شو كنت مستخدمها ال we لما هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن نفسهم مثل ما نوضح على الصفحة فش يقولون يقولون we are مراد عند علي نحن مراد وعلي هم دا يتحدثون عن نفسهم أما they فشخص ثاني يتحدث عن مجموعة أشخاص لذلك نقولهم كذلك ال we تاخذ R وال you اللي معناها أنت أو أنتم تاخذ R والضمير i اللي هو معناه أنا أنا أتحدث عن نفسي ياخذ الفعل المساعد عام هذن الضمائر لازم أحفظهن هن والأفعال المساعدة لها ليش لأن راح تفيد نفس سؤال القواعد اللي راح نوضحها بعد دقائق ننتقل إلى صفحة ثانية مكتوب ask and answer أسأل وأجب هنا أنا عبارة عن سؤال وجواب الشخص الأول يقول is Dima from England أحد الطلاب يسأل طالب آخر يقول له هل Dima من انجلترا أخذناها قبل دقائق Dima من العراق فيجاوها يقولها no she isn't كلا هي ليست من انجلترا لاحظوا أن Dima bent عوضنا عنها بالضمير she and she تأخذ is قلنا لها isn't لأن الجواب no مثل ما راح نجل نوضح يرد عليها مرة ثانية she is from Iraq إنها من العراق طهن هو يسألها يقولها are مراد علي from Turkey هل مراد و علي من تركيا الجاوب yes they are نعم they هم ليش لأن نتحدث عن جمع والthey تأخذ are مثل ما وضحنا بالجدول اللي أخذنا قبل دقائق شونا نستخلص من هذا النشاط اللي نستخلصه هو موضوع قواعد جدا مهم اللي هو السؤال بأحد الأفعال المساعدة اللي نسميه yes no question ننتبه هال السؤال جدا مهم هال الملاحظات جدا مهمة أول شي في هذه القاعدة يكون السؤال باستخدام أحد الأفعال المساعدة شونا الأفعال المساعدة اللي أخذناها قبل دقائق اللي هي is والare والام الموجودة في الجدول في الصفحة السابقة اللي أخذناها قبل دقيقة السؤال أعرفنا يكون باستخدام أحد الأفعال المساعدة والإجابة عنها يكون amma yes or no يعني مثل ما وضحنا بهال المحادثة فيتسؤال تقول له هل ديما من إنجلترا الجواب عنها أما يكون yes she is or no she isn't جواب عنها ليش لأن السؤال بدأ في المساعد اللي هو is خلنا نأخذ مثال is dima from Iraq هل ديما من العراق الإجابة تكون amma yes فأقول yes ننتبه أضع yes ثم بعد هالضمير العائد على الفاعل من هي الفاعل ديما ديما شنعوض عنها بها ضمير ديما بنية فأعوض عنها بشي أقول yes she والشي شتاخذ تاخذ is فصير yes she is وإذا كانت no أقول no she is واخلي note إذا كانت جواب no مثل ما بها الملاحظة نركز هنا على أمرين الأول أن السؤال ب is ليش سألنا ب is لأن ديما مفرد مثل ما وضحنا أنه ديما عاوض عنها ب she وشي تاخذ is كما وضحنا في الجدول إذن عرفنا أن السؤال ب is لأن ديما she وشي تاخذ is الأمر الثاني عند الجواب no لما نأتجاوب no لازم أخلي note بعد الفئل المساعد اللي هو is أو are أو am ناخذ أمثلة أخرى للتوضيح خلنا أخذ بعد أمثلة حالما نوضح أكثر مثلا قال are علي and مراد from تركي بعض الطلاب يسأل قل استاذ علي هنا مو أعوض عنه به ليش خلينا لآر لا هنا علي ومراد صار عدي شخصين اثنين فوائل أعوض عنهم بالضمير they والthey تاخذ r فسأل تب r قلنا r علي and مراد from تركي هل علي ومراد من تركيا العجابة عننا شو تقول am yes أو no هل علي ومراد من تركيا أقول مثلا yes والyes يجي وراها الضمير العاد على الفاعل علي ومراد أعوض عنهم بthey yes they والفعل المساعد are صير yes they are أو إذا كان الجواب no أقول no they are وأخلي not لأن الإجابة بnot مثل ما وضحنا لملاحظة السابقة مثال آخر is he from تركيا هل هو من تركيا إجابة أما yes أو no yes والأضمير العاد على الفاعل اللي هو he yes he والhe is yes he is أو no he والhe he is no he is وخلي note لأن الجواب no هذا ما يخص السؤال بأحد الأفعال المساعدة هسا نحن نأخذ شو تجينه بالامتحان عند ملاحظة قبل ما ننتقل للصيغة اللي ممكن تجيب بالامتحان شنه الملاحظة ملاحظة اللي هي بعض الاختصارات المهمة تجيني بسؤال الملاحظة مثلا اللي is زاعد not لازم أعرف ان اختصار is زاعد not isn't شو تصير لازم أعرف اختصار aren't تكتب بهذه الطريقة ننتقل للصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان مثلا نجاب لبالامتحان is dima from iraq هل dima من العراق قل no she is no is not ذكرنا بالملاحظات انه اذا كان الجواب no فاخذ الفعل المساعد زاعد not is not no she is not لي مثال اخر صيغة اخرى are you from iraq هل انت من العراق يسأل الي هل انت من العراق فشقول yes he is نعم هو كذلك من العراق لو yes i am نعم انا كذلك من العراق بما انه سأل الي you فاقول yes i am نعم انا كذلك المثال اخر are they from italy هل 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 من ايطاليا no they for are isn't lo aren't if they تاخذ is lo are نرجع للجدول السابق اللي وضحنا قبل دقائق ان they تاخذ are ما يصير اقول isn't اقول aren't no they aren't aren't هو المختصر مع are not ليش are not لان الجواب ابنو هذا ما يخص الموضوع القواعدي السؤال بأحد الأفعال المساعدة ننتقل لاتمرين A read and write about yourself اقرأ واكتب عن نفسك هنا ديما تحتي عن نفسها I am ديما أنا ديما I am from Iraq أنا من العراق I live in بصرة عايش في البصرة يريدك بعد ما قرأت ذني تسو مثل ديما ديما حط صورتها انت حط صورتك هنا باعتبار هذا كتاب ملكك كتاب النشاط هنا لازم تكتب مثل ديما ديما قال I am ديما ات تكتب اسمك انا اقول مثلا I am طاها ديما معبر عن بلدها I am from Iraq انا معبر عن بلدي اقول I am from Iraq انا من العرار ديما معبر عن المحافظة اللي ساكن بيها I live in بصرة انا اعيش في البصرة كذلك انا عبر عن المحافظة اقدر استخدم المعلومات اللي عرفناها التعبير عن البلد التعبير عن الاسم المحافظة اللي اسكن بيها مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان الشهري او او امتحان نهائة السنة ننتقل الى تمرين B تمرين وصل مهم جدا مهم جدا بالامتحان التحريري ومهم جدا بامتحان نهاية السنة هل علي من فرنسا؟ نحن ندور على الأجوبة لازم الضمير هي لأن شخص مذكر لازم هي ويأخذ is فأقول yes they are الthey ما الجمع علي شخص واحد مذكر فما يصير أقول they اذن هذا مو مناسب no she isn't she ما المؤنث بمية علي مذكر اذن كذلك هذا مو مناسب no he isn't كلا هو ليس كذلك هذا مناسب لأن علي مذكر هي كذلك مناسب لها عوض عنا بالضمير he والhe تأخذ is و not ليش لأن الجواب no فأخلي رقم السؤال اللي هو رقم واحد أمام هذا الجواب number two ثانيا are علي and مراد from تركيا هل علي ومراد من تركيا لاحظنا علي ومراد شخصيا نعوض عنهم بالضمير they والthey تأخذ are ننتبه أخذنا قبل دقائق أن علي ومراد من تركيا فالجواب أكيد رح يكون yes فأقول yes they are نعم هم كذلك إذن هذا أنسب جواب لهذا السؤال فنخلى رقم السؤال اللي هو رقم اثنين أمام هذا الجواب number three ثالثا are you from Iraq هل أنت من العراق يسألني إلي يقول لي هل أنت من العراق إذا يسألني إلي لازم أقول I am أنا فأقول no she isn't كلا هي ليست كذلك الشيء ما الشخص مؤنث غير مناسبة yes I am نعم أنا كذلك I معناها أنا وهو يسألني إلي إذن هذا أكثر خيار مناسب لهذا السؤال أخلي رقم ثلاثة أمام هذا الجواب number four رابعا is Dima from Egypt هل ديما من مصر عرفنا أنه ديما من العراق هي ليست من مصر والديما بنية فعاوض عنها بالضمير she فأقول no she isn't كلا هي ليست كذلك هذا أكثر خيار مناسب فيخلي رقم أربعة أمام هذا الجواب هذا ما يخص تمرين بي تمرين جدا مهم من الممكن يجيني بسؤال الثاني فرق بي يقول لي وصل الأسلة بلا جوبة مثل ما هو يجيب لي تمرين كامل عليه خمس درجات مهم جدا بالامتحان التحريري اللي هو امتحان الشهري أو امتحان نصف السنة أو حتى امتحان أخير السنة ننتقل إلى تمرين C write the missing letters اكتب الحروف الناقصة هذا السؤال جدا مهم سؤال إملاء جدا مهم ذكرنا قبل دقائق أننا لازم نحفظ إملاء البلدان وقدنا نممكن يجيني على شكل حروف ناقصة مثل هذا التمرين إذن هذا التمرين جدا مهم أو يجب ليها على شكل حروف مباثرة أو على شكل علم البلد ويطلب من الدين نكتب البلد مثل ما هو فنحن هنا مثلا نمبر وان أولا هذا يا بلد هذا بلد إيتالي باعتبار أن نحن حفظنا أسماء البلدان إملاءا فلازم أعرف شن الحرف الناقص اللي هو حرف A إيتالي إيطاليا نمبر تو ثانيا هذا يا بلد هذا تركي شن الحرف الناقصة حرفي ال-U وال-E فصارت تركي اللي هي تركيا نمبر ثري ثالثا هذا يا بلد هذا البلد جابان اللي هو اليابان شن الحرف الناقصة حرفي ال-A صارت جابان نمبر فور رابعا شهذا يا بلد البلد فرانس شن الحرف الناقصة حرفي ال-A صارت فرانس فرنس نمبر فايف خامسا هذا يا بلد هذا تايلاند شن الحرف الناقص حرفي ال-A فصير تايلاند نمبر سيكس سادسا هذا يا بلد هذا إيجبت اللي هو مصر شن الحرف الناقص حرفي نمبر سبن سابعا هذا يا بلد هذا إراك شن الحرف الناقص حرفي وكذلك البلد الأخير اللي هو إنجلند شنو الحرف الناقص حرف الأي فصارت إنجلند اللي هي إنجلترا هذا ما يخص تمرين سي تمرين جدا مهم يجينك كما هو مثل هاي صيغة بسؤال الإملاء علي عشر درجات مهم جدا بالامتحان التحريري بامتحان الشهري أو نص السنة أو حتى أخير السنة أما تمرين دي number the countries in alphabetical order رتب هذه البلدان بالترتيب الأبجدي نعرف yea حروف الأبجدي فحاحظίهن بالتسلسل a, b, c لاعرف نرتب البلدان بالترتيب الأبجدي أول شي أروح الحرف الأول من كل بلد الحروف التي أنا بحافظها حرف a هتذكر بلد وحد بلد ليس هنا أحد بلد أنتقل الحرف ال�die بعده البلد على الأخير لا الحرف الثالث س aparece لما نصح للحرف الموجود في بلد الموجود في حرف I ألقب بلدين بحرف I ما الذي يجعله قبل؟ إذا لدينا كلمتين بالنسبة الحرف انتقل للحرف الآخر الر لوت T الر قبل T فأخلي هنا رقم 2 فرنسا الكلمة الأولى إراك وبعدها إيتالي ثم الحرف اللي بعدها حرف J أخلي Japan وبعدها T كذلك T كلمتين يا كلمة الأسبق ننتقل للحرف الثاني اللي هو حرف H حرف H قبل حرف U فأخلي Thailand قبل كلمة Turkey وصير عندنا ترتيب الأبجدي لهذا البلدان هذا مجرد نشاط صفي لتذكر الترتيب الأبجدي للحروف نتذكر نشوف حافظين الحروف لو ناسيها باتبار هذا أول درس بالعام الدراسي الجديد بالرابع التدائي أخذنا الحروف الأبجدية باللغة الإنجليزية ننتقل إلى تمرين E تمرين جدا مهم سؤال قواعد جدا مهم complete the questions أكمل هذه الأسئلة وأجوبتها عدنا مجموعة من الأسئلة والأجوبة use is isn't أو are and aren't يقول لك استخدم هذه العبارات أما is أو isn't are أو aren't نعرف إحنا إنه إذا كان الضمير هي أو she أو it أخلي إلى is بالسؤال وبالجواب is أو isn't وإذا كان they أو we أو you بحسب الجدول تأخذ are أو aren't دعنا نأخذ النقطة الأولى كمثال number one أولا فراغ she from Egypt هل هي من مصر باعتبار هذا السؤال شنو الفئل المساعد المناسب لهذه الجملة بما أن الضمير she الشيش تاخذ ذكرنا قبل دقائق أن الشي تاخذ is فأخلي is هل هي من Egypt هل هي من مصر الجواب no she بما أن الجواب no فأخلي الفئل المساعد زائد not شيش تاخذ كذلك is no she is زائد not فالصير isn't المختصر مالتها no she isn't number two ثانيا فراغ we from Iraq بما أن الضمير we ال we تاخذ are فأقول هل نحن من العراق الجواب yes we زائد الفئل المساعد المناسب للضمير الفئل المساعد are ليش لأن الجواب yes ما أقول aren't أو are not أقول فقط are yes we are نحن كذلك number three ثالثا فراغ they from France بما أن الضمير they الفئل المساعد المناسب إلى are فأقول are they from France هل هم من فرنسا no they if they تاخذ are وأخلي not لأن الجواب no no they aren't المختصر مال are not aren't number four رابعا فراغ he from Turkey هل هو من تركيا بما أن الضمير he أخلي الفئل المساعد is is he from Turkey هل هو من تركيا yes he بما أن الضمير he أخلي is بدون no لأن الجواب yes هذا ما يخص هذا التمرين تمرين جدا مهم من الممكن أن يأتينا بهذه الصيغة ويخيرني بين اختيارات أو يجب ليها بدون اختيارات فأنا لازم حافظ الضمائر والأفعال المساعدة لهذه الضمائر والطريقة اللي نسأل بها ونجاوب عن طريق الفئل المساعد ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو اضافة حبونا تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة